تدي أول وصفتنا؟ إن شاء الله المكارونا البشاميل ما قادرها معنا؟ تمام هنا عندي كيس مكارونا هو بحوالي 400 جرام وهنا عندي كيلو ونص لبن تمام وهنا عندي بقى اللحمة العصاج أنا معصاجها وودي إيق وعندي زبدة وعندي زيت هنعمل مكس بين الاتنين عشما تبقاش تقيلة قوي وهنا عندي جبنة متزرلة وهحط برضو مكس الجبن في النص وهنا عندي يعني أكتر حاجة بقى أنا بحبها جوستطيب طبعا مع البشاميل لازم تبقى يعني أفشورها ما ينفعش أصلا بشاميل مكس جوستطيب لا والحركة كمان يشوف اللي انت عاملها في البصلة دي جميلة تمام كده والبصلة دي كده البصلة فيها ديكور أصلا دي رنفل كده مع البصلية غمطوطة ورنفل وحبهين انت عارفة أني في حاجات بسيطة جدا في المطبخ ممكن تفتح نفسك على الأكل وانت تبوخي فعلا ورق لورة دي كده الحاجات دي كده إيه يعني هنشيلها يعني شنحس بتعمها أي حاجة يعني تدينا بس نكها وخلص نبتدي نعمل حاجة المكرونة معنا مسلوقة أيونا سلقيها طبعا قبل الهواء وهنحط بقى يعني إحنا هنحط أنا دلوقتي يعني هعمل ست مكعبات زبدة زبدة واحد تمام الله هنا هنا وحط إيه معلقتين زيت عشان ما تبقاشت إلى قبل حشوات المكرونة البشاميلي دلوقتي يا شيف بقين إن إحنا ممكن نعمل بدل اللحمة المفرومة ممكن نعمل مكانها مشروب ممكن نعمل مكانها أشاور مفرق وفرق قد ما حطنا بقى الزبدة والزيت هنحط الزيت إحنا حطنا حوالي ست معلق زيت وزبدة هنحط كده إيه ست معلق برضو زيق أربعة خمسة ست حابة كده إيه حلوين نجيب بس تمام لازم نضربه حلو جدا إيدينا تبقى فيه طبعا يعني أنا أنا أفضل بقى قلبه كده يعني أنا عايزة بس إيه أخد يعني أشام بس رحت الزيق لو إحنا سمعين نفسك حلوة قوي قوي أشف الأكل ربما يخليك ده يعني فعلا هي البشاميل والحاجات الجميلة اللي بتحط عليها بالذات الجبن الميكس الجبن اللي بتحط على البشاميل ديت الولاد بيحبوها جدا والكبار بصراحة كمان يعني الزبدة بس كده تسيح وشم رحت الزيق وتمام قوي كده هنزل باللبن نجيبه جمبي وحنا شمينة حياavat تصير كده يشيد هننزل باللبن واحنا بنقلب وصفة للبنات اللي لسه بتتعلم الطبخ برضو فيه خطوات معينة يشيف ممكن يعملوها علشان حاجة دي ما تبصش منهم بصي هو أنا بحب يعني هي المقارونة كده بالضبط يعني الكيس المقارونة يعني يعمله عليه كيلو ونص لبن والمقارونة دي كده إن شاء الله تطلع مظبوطة جدا تمام معنا بقى تلفونات يا شيف هتبتدي كده قالو قالو أيوة يا دونيا ازايك؟ كل سامة طيبة وانتي طيبة لأ السيبة السيبة جواعتنا كده اه دي جائم ولا انا عمل ايه طيب قولي انا قاعدة شمة كل الحاجات الحلوة اللي بتعملها دي قولي انا سمى رحة من انا سمى رحة دلوقت يا جواعتنا قوليلي بقى انت عايز تسألي على الشيف عن اكا معينة؟ لا اقولي للشيف عادينا حاجة خفيفة كده احنا قلص بقى كل السام طيبين عو الله مرحة حكا خفيفة كده للرجيم بقى كده انت بتتكلمي كده ان احنا عايزين نعمل ضايت بقى بعد العزام رمضان دي احنا ممكن نعمل مكارونات والحاجات دي خفيفة برضو خفيفة ايه يا شيف عاوزين حاجة اخفف من كده عاوزين ايه ان بقى نطخنس كده طيب يا شيف بقى قولينا حاجة خفيفة يا شيف تمام ماشي اقولي لكم يعني ايه يعني بصفي ايه مش مبقى السبعة لحمة وحاجات من دي انا عاوزين ايه خلاص ان شاء الله بإذن الله استنينا بقى في حلقات كتير هنعمل فيها الحاجات الخفيفة اللي في مستقعة وحاجات من دي مستقعة ورزين مستقعة ورزين طيب ان شاء الله هنعمل لك الحاجات الحلوة دي بإذن الله حلقات تانية كتير ان شاء الله كل سنة وانت طيبة شكرا ليك يا دينا يشيف ايوه هنا خلاص بقى شفت يا يشيف النزجع انا ازاي او هنا كده هدوي براحنا كده شاملت رحة الضيق تمام هنزل بقى كده باللبن حبة حبة واحدة واحدة عشان ما يكلكعش معانا صح؟ تمام لو بني او شاورمة هنحشيها شاورمة اشيف هنعملها ازاي؟ الشاورمة بتجيبيها تمام بتتبليها بنقطعها طبعا وبناختلها الاول طبعا كويس دي بتبقى مكان اللحمة المفرومة مكان اللحمة المفرومة هنا بقى الاول هحط البصلية بتاعتي اللي فيها القرنفل والحبهان تمام كده واحط كده ورقتين كفاية ورقة وهنا طبعا يعني لازم بسططيب كده على المكارونة على فكرة الحركة اللي انت عمتها حلوة جدا بتاعتي البصلية او ان احنا بدل ما كنا بنحط التوابل او البهارات كلها وبعد كده نطلع منها الحاجة ديت انت حطتيها كلها في البصلة تمام كده هنجيب انشمها عايزي خالص بالماسك وتمام كده تنزل بس يا دوبك انك هابتعيتها الريحة او احنا عايزين بس الريح بتاعتها وخلاص نقلب كده في الاخر كل ده هيتشال ما حطناش الملح حط ملح بقى ايه قصير فيه ناس بتحط سكر ياشيف في البشاميل الوقات ما جربتش انا السكر السكر بنحطه في العصوق عشان ما يبقاش تعادل الحمودة بتاعت التماطن ما في اللحنة المفروم ما تبقاش في حمودة يعني تمام هنبدل طبعا كده نقلب معاها بحد ما تتقل هو انا الكيلو مصط لبن ده مش هيطلع لي البشامل التقيل احنا بنحبه خفيف لسه بقى هنحطه في الفرن وهيتقل احنا بنحب بقى الصوس كده منهار كده نازل على المكررون لبن ايه كده لو كمان العين بتاكل قبل طبعا اه يعني الاول انت تبص للحاجة كده تحس ان انت خلاص نفسك تكليه اصلا فالحاجة اللي لما بتتعامل بجد بالجبن والحاجات دي بتدي شكله وطعمه وريحة جميلة معانا تليفون تاني الو ايا ايوه ايوه ازايك عاملة ايه الحمد لله اتحالي تفضلي معانا بقى في المطبخ الساحة والجمع الحاجات الحلوة دي والله مش عايز اقولك شيف اسراء منورانا النهاردة بجد وعملانا حاجات جميلة جدا الحاجات النهاردة حلوة جدا شكرا لك يا جميل وليلي عايزة وصفة معينة من شيف اسراء اه لا الشيف اسراء بطرحة وصفتها كلها جميلة انا متابعة على اليوتيوب وطبعا على صفحة بطرحة على فيسبوك لا الشيف اسراء كده نبص بقى ايوه وشفت الصفحة بقى بعيكي من الناس متابعة عليها مش عايز اقولكم الريحة هنا عاملة ازاي والاكل والحاجة اللي الشيف اسراء عاملها وحنا نتعلم منها لسه حاجات كتير ان شاء الله الحلقات جاية كتير مش هنسيب احنا الشيف اسراء يا جميع او 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 مجدو التسامل اللي ينفع عليها عشوات غير اللحم او الفراث غير اللحم او الفراث طب قوليلي يا دينا انت اي اكتر حاجة يا اي اتعلمتيها من شيف اسراء يعني جربتيها وعملتيها وعجبت البيت عندي كولادك بصراحة التخمال بصراحة انا بقيت استاذة فيها بسببها لا انا عايز اقولك هي عاملة شوية تكات وحركات هنا للبشاميل جميلة جدا انا نفسي اول مرة اشوفها بصراحة وهي بتعمل برد وحركات شوية جدا شكرا لك يا ايا وتابعينا بقى مع الشيف اسراء ان شاء الله وتعملين حاجات احلى بكتير كمان باذن الله يلا اشوفتي ايه ترماني نبصي معجبينك بقى يبتضوا يتسلوا انا مش عايز اقولك انا مش عايز اقولك يعني انا نفسي اوصلكم اللي انا حسى بيه وانا قاعدة معيها دلوقتي جميلة جدا هو كده يعني السوس انا بحب كده السوس كده يبقى خفيف انت هيستنى كده يعني يغلي كده يبقبق كده كده من الجناب ونشيله حط المكارونة الجبن ده الميكس ده ميكس جبن شدر على رومي على متزرلة ده هنحطه كده عاليا طيب هي ايكا بتسأل هل فيه حاجة تاني ممكن نحطها بدل اللحمة المفرومة ايوه انت ممكن بتحط الجبن بس كده ممكن تغني عن اي حاجة وهو الفرق اصلا بين الوايت سوس والبشاميل يعني الي انت هينا انت هينا بيبقى اللصوس بتاعها كتير قوي قوي يعني كتير او اللصوس الماكورونا التانية اللي هي بالوايت سوس ما بتبقاش كده يعني فيها اضافات معينة جردية؟ فيها اضافات بيه بتحط بقى جبن تانية يعني البارميزان والحاجات التانية دي بصينا صوصينا بدأ يتقل أيوة وإحنا لما ننزل باللبن حبة كده ما بيش بيكلكع كده ما شاء الله كده زي ما أنتم شايفون بص الله طب إحنا هنهرص بقى المكارونا في البايركس أنا هرصتها يعني أنا بتحطي شوية بشامل تحت أوه طبعا أوه تمام بصو هنا بقى كده البشامل لكده عندي تمام يعني أنا هعمل بقى دي زبدة؟ لا دي جبن دي الجبن تمام كده الله يشيف أنت بتحطي الجبنة وخلاص بقى أنت بتدي آخر تقليبتين للبشامل تقليبتين كده أوه 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 أول ما حط الجبن إن شاء الله هشيلها كده على طول بصو يا جماعة حتى اللي مش بيحب البشامل وفي ناس مش ملهاشتوا أنا عايز أقول لك اللي هي بالجبن بتبقى حقا تيرا بيها طعم جميل جدا وبتغير كمان النكهة بتاعته والشي في إسراء أصلا حطت البهارات وحطت الحاجة اللي خاصة بالنكهات أصلا تخلي ريحته جميلة جدا تمام كده إحنا كده خلاص هنشلها تمام كده عادي أحطها هنا أوه تمام ده ده كده خلاص تمام كده تمام كده حط بقى الفيروس مش يبقى الحاجات بتاعتنا كده كل حاجة رسا فيها حابة هنا أول وقع من هنا هيتشال لا بس حركة حلوة شيف أنا تعلمتها منك بصراحة وبني أخليك انت بتيتها بكل النكهة خادتها وفي الآخر شلتها آه تمام كده هنجيب البيريكس بتاعنا أو أي طبق من الشرط من الشرط البيريكس كده؟ تمام كده تمام كده وبرده يا شيف قولي للناس اللي مش بتعرف تستعمل البيريكس البيريكس يعني هو أنت أهم حاجة أصلا يكون نوعه كويس لأ عشان ما تجيش تخرجيه من حاجة سخنة على ساعة يعني بس أنا أقولك يعني لو نوعه كويس بيريكس بيريكس يعني مش هيحصلوا حاجة معك بسهولة تفاهميني تمام كده أنا بقى إيه؟ أنا بعمل إيه حاجة تانية خالص بعمل إيه؟ بجيب البشمت اللي عندي هوا هاجات ديلي تشالت جمام معانا تليفون ألو؟ يا آية ألو؟ أيوه؟ أعلي صوتك ألو؟ ألو؟ إزايك يا آية؟ كل صوت طيبة ممكن تعالي صوتك شوية؟ ألو؟ ألو؟ شكرا يا آية طب كلمينها تاني طيب؟ هنا بصي أنا شلت هنا معظم البشاميل أه كده وهنا أجيب بقى الماكرونة دي أقلبها كده دي هتقلبتين مع الصوس كده تمام؟ عشان تبقى البشاميل كلها مليانة؟ طبعا عشان تبقى إيه كلها شرب كل الماكرونة شربك كده إيه؟ نفس الصوف أه بصدبت كده تمام كده بس كده تمام عشان حط بقى كده يعني أنتم بقى إيه؟ بس يا شيف يا شيف أنت يعني مش عارفة أقولك إيه بصراحة يا شيف ينفع كده يا شيف تمام الريحة جميلة وأنك هات طحبة وبينة ألو؟ معانا نورة ألو؟ ألو؟ أيوه ازايك يا نورة؟ الله يسلم تعالي تفضلي معانا وأنتي طيبة يا حبيبتي رمضان كريم عليك وعيد سعيد عليكي ربنا يخليكي كل حضرتك طيبة وأنتي طيبة ممكن بس أسأل الشيف عن حاجة معاكي طبعا الشيف إسراء ممكن عارف بس طريقة بسبوسة بس تكون طريقة صحيحة علشان ما عشان بتبوز مننا؟ يعني بتسكر منه كده لا هي بتسكر أو ما بتبقاش بسبوسة خالص في الآخر بنسقيها بلبن؟ نحن نعيص مع طريقة صحيحة لنا أيوه عشان الشيف تدينينا الوصفة الصح لها تمام شكرا لك يا جميل وكل سهلا وانت طيبة حطتي الأول يا شيف؟ حطت هنا بس ساقتها كده برضو بالبشاميل عشان تبقى غيرها تمام وبعد كده حطينا اللحمة المفرومة تمام اللحمة المفرومة ممكن نحط مشروم ممكن نحط جبن ممكن نحط شاور مفراخ أي حاجة في الدنيا كده ننزل بقية المكارونا تمام نحطها ولنا نشيب بقى البسبوسة عشان تطلع طريقة طبعا يا شيش عرفت إحنا بنعمل البسبوسة كذلك؟ تمام بتحطي الشربات بتاعها لازم يكون سخن سخن مع البسبوسة وهي تبقى بردة ولا سخن؟ اللي 2 يبقوا سخنون اتنين اه والشربات بتاعها يبقى مش يعني ايه؟ يغلي بس كده يدي تقليبتله وخلاص كده ما تخليهوش مش زي بتاع الكنافة هن نستنى ده سخنه وده بارد اه ايوة كده طب والله عشان تطلع طري يا شيف ما هي كده انت الشربات ايوة الشربات يبقى طري ما يبقاش تقيل ما يبقاش تفين كده بتاع الكنافة وما يبقاش ولازم تحطي أول ما نحطي على طول الشربات تغطي على طول بغطى بقى حلب عشان تبقى طري ايوة كده بس بالظلط بقى هي دي بس كده التريكات البس بوط نسدلها بقى كده يشيف خلاص تمام الله يشيف يشيف المغرب لسه فاضله كثير يمفع كده هنكمل بقى بقى السلبشاميل هنغرقها بقى كده بقى شاميل يعني السمك والجبن والحاجات اللي اللي شيف حطتها في منتهج جمال بصراحة بصراحة بصي ورقة لورة هي قابلتنا يعني نشيلها اللي قابلنا نشيله تمام في منتهج جمال ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا عزة انا كارم الشيف اه طبعا معاك الشيف اسراء اتفضلي يا انا متسلم ايديك يا شيف اسراء ربناي خليك يا حبابتي على حاجة للتامرية بس انا عايز اعرف طريق اللازانيا لاني نفسي اعملها طراحة ما عملتاش في البيت خالق تمام تمام ممكن حديثك طريق عليها ومقدرها وكلها كبه ان شاء الله ماشي حاببتي شكرا يا حاببتي شكرا لك يا عزة او دي من الحاجات برضو اللي بنحبها جدا والأطفال حبوها اللازانيا بتختاري نوعها مكرونة كويس تمام هي بتبقى عيلة بمكرونة لللازانيا مخصوص صح؟ تمام بتنفردها في الصناعة بتعملي بشامل برضو يبقى خفيف كده حلو كده زي جدا بصونا كينا بقى انا عايزة حطها في الفرن تمام هنحط عليها اي حاجة من فوق لا بوسي اند خلها تاخد كده وش بس لا يعني هنحس كده ان هي حمرت كده من الجناب وتمام بقى كده هنحط بقى عليها المتزاريلا الله يشف الله يشف طب نفتح الفرن الاول اه على مهلك تمام